الموقف السوداني أصبح يحمل حلامات استفهام كبيرة للغاية لأنه دايماً لما توجه انتقادات وملاحظات كثيرة في الحقيقة وملاحظات ليس من باب إبداء الملاحظات ولكن يعني بشكل موضوعي واستفساري استفسار ما هو مصلحة السودان يتكلم على أنه إحنا موقفنا مستقل ولنا مصالح مستقلة ولنا أن نقدر موقفنا لكن البوصلة تاهت بمعنى أنه في اجتماع منتصف فبراير في واشنطن لهو كان اجتماع قبل الأخير تم الاتفاق على سلاس قواعد رئيسية لملء وتشغيل السد في الفترات العادية وفي القفاف وإلخ إلخ القواعدة كانت مهمة لأنه في قسمين قسم ملء السد وقسم التشغيل الدائم في قسم ملء السد دي كانت تترى قواعد الحاكمة بعد قهد واجتماعات سابقة وأخذ ورد ومقترحات وخلافه تم التوافق بين الأطراف وأعلمت السلاسة ووردت في البيانة الخزان الأمريكي على هذه النقاط الجانب الأمريكي لكي يحرز تقدم للأمام طالب من الأطراف طالما اتفقنا على هذه النقاط فوقعوا عليها ونتركها خلفنا ثم ندخل إلى النقاط الأخرى ونمضي في أطرئنا مصر قامت بالتوقيع السودان رغم أنه وافق على هذه النقاط لم يوقع لماذا؟ لأنه أسيوبي لم توقع فحزى حزو الموقف الأسيوبي هنا راهن المشيئة السودانية بالمشيئة الأسيوبية بلماذا؟ يعني موقف أسيوبي أنت متفق على هذا؟ أنا أفهمه مثلا هم لما رفضوا التوقيع قالوا أنه إحنا مش هنوقع على حاجة جزئية لازم نوقع على اتفاق كبكج أو حزمة وحدة وده كله نعم متبضعوا الوقت وده نوع كله لأنهم أصلا مش نوين ووقعوا أصلا فبالتالي بيرحلها بهذه الرئيعة بطوضعوا السودان بقى موقفه إيه؟ أنت كمان مش نويت وقع لماذا؟ ما وقعش لما جاء الاتفاق الأخير الصيغة الولايات المتحدة وده كان متفق عليه أنه والله خلاص الوفود هترجع والقانونيين هيعودوا يصيغوا ما تم الاتفاق عليه حوالي 90% بموافقة الأطراف الثلاثة الباقي حاجات بسيطة البنك الدولي مع الولايات المتحدة قدموا فيها صياغات ورد بالنص في بيان الخزانة الأمريكية أن هذه الصياغات تحقق متوازنة وتحقق العدالة للأطراف الثلاثة وتلبي مصالح الأطراف الثلاثة درأي الطرف المحايد البنك الدولي والولايات المتحدة السودان مخادر اللي استلم طبعا واشنطن أرسلت الصيغة للوسيقى النهائية للدول الثلاث الخرطوم استلمت وزهبت ومعها ملاحظات وتم تضمين هذه الملاحظات في الوسيقى كويس وده كمان ورد في بيان رسمي سوداني وفي الرغم من ذلك رفضت أن توقع كوي لماذا لماذا هم قالوا أنه والله لا يجوز أنه نستمر في عمارة التفاوض إلا في حضور الأطراف الثلاثة طيب في طرف غائب وهذا المنطوق السوداني يعطي دعما كاملا ومجانيا لهذا الطرف الغائب أي والسودان يعرف وكأنه يعاقب الطرف الحاضر آه وكأنه يعاقب الطرف الحاضر أو يؤذيه ويلحق به الضرر والسودان يعرف والعالم كله يعرف أن سيوبيا غابت لأنها لا تريد أن توقع ولأنها تفتقد الإرادة السياسية للتوقيع على اتفاق ولأنها تتصرف منذ البدايات الأولى بسوء نية كامل وتمارس عملية خداع انكشفت أمام العالم كله الآن وأظهرت أن مثل هذا السلوك البدائي لا محل له ولا يمكن قبوله في المجتمع الدولي على الإطلاق